أهلا بكم مشاهدين قرار واشنطن فرض عقوبات على حزب الله وتقديم مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قياديه ليس جديدا فالإدارة الأمريكية بدأت هذا النوع من المواجهة مع الحزب منذ زمن طويل البداية كانت مع القائد العسكري السابق للحزب الشهيد عماد مغني حيث عرضت واشنطن 25 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الحاج رضوان الذي اتهمته واشنطن بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1982 وخطف طائرة الـ TWA عام 1985 عام 2011 دخلت واشنطن مرحلة جديدة من العقوبات على قياديه الحزب اتخذت أنذاك قرارا بفرض عقوبات على القائد العسكري للحزب مصطفى بدر الدين لقيادته العمليات العسكرية في سوريا بالإضافة إلى مرافقته أمينة عام حزب الله سيد حسن نصر الله أثناء اجتماعات للتنصيق الاستراتيجي مع الرئيس السوري بشار الأسد في تموز يوليو من العام 2015 عادت الحكومة الأمريكية وفرضت عقوبات على ثلاثة قياديين من المقاومة كان على رأسهم مجددا بدر الدين وفؤاد شكر وابراهيم عقيل في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه بدأ الكونغرس الأمريكي حربا مالية ضد الحزب فأقرى بشقيه النواب الشيوخ قانون حظر التمويل الدولي على حزب الله قانون يطال كل من يثبت طاعاته ماليا مع الحزب مطلع العام الحالي أدرجت واشنطن اسمين جديدين من الحزب على قائمة العقوبات مصطفى مغني نجل الشهيد عماد مغني بتهمة قيادة عمليات الحزب في مرتفعات الجولان والمساعدة في تنظيم البنية التحتية للحزب أما الاسم الثاني فهو علي دعموش البالغ من العمر 54 عاما وتتهمه أمريكا بقيادة العلاقات الخارجية للحزب وبأنه أحد مساعدي أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مجددا أطلت الخارجية الأمريكية لتعطي مكافأة هذه المرة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في الحزب فعرضت سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن طلال حمية الذي تعتبره واشنطن قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله وما يصل إلى خمسة ملايين دولار عن فؤاد شكر قائد عمليات الحزب العسكرية في الجنوب العقوبات الأمريكية على الحزب من المرجح أن تزداد في الفترة المقبلة وهي ستتضال كل مؤسسة أو فرد يتعاون مع الحزب أو مؤسساته ماليا أو لوجستيا وهذا ما ذكره السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير نصر الله أكد أن العقوبات ستؤثر على الحزب جزئيا لكن ميزانية الحزب الرئيسية لن تتأثر مشيرا إلى أن أمريكا تهدف من خلال عقوباتها على تغيير موقف الحزب من قضايا المنطقة وهذا ما لن يتحقق على الإطلاق